ثنائية منفكت تلازم ثورة تشرين العراقية منذ أن بزغ فجرها في الأول من تشرين الأول الماضي تظاهر سلمي يطالب بحقوق مشروعة مقابل عنف حكومي مفرط شعب أعزل يواجه سلطة غاشمة صوت الهتافات والأهازيج في مواجهة صوت الرصاص كلمة الحق في مواجهة بندقية الباطل المأجورة كوكبة من الشبان التحق بقافلة شهداء الثورة فيما أصيب العشرات من زملائهم وفقا لمصادر طبية عندما شنت القوات الحكومية وميليشياتها هجوما جديدا على المعتصمين في ساحة الخلاني ومحيط ساحة التحرير وسط بغداد في سيناريو تكرر كثيرا لم تستثنى أي أداة من أدوات القتل في استهداف المتظاهرين السلاح الأبيض، مسدسات كاتم الصوت، بنادق القنص الآلية وغيرها من وسائل البطش التي فتكت بشباب العزل ناهيك عن توجيه قنابل الغاز المحرمة دوليا مباشرة إلى أجساد المتظاهرين والدهس بالسيارات ومؤخرا استخدام بنادق الصيد ذات الكرات الحديدية القاتلة كل هذه الأسلحة الفتاكة استخدمتها القوات الحكومية والميليشيات الموالية لإيران ومنها ميليشيات القبعة الزرق التابعة لمقتدى الصدر دون أن تثني الشباب الثائر قيد أم له عنف ممنهج منذ خمسة أشهر واستصمت مطبق للمجتمع الدولي بل إن الدول الكبرى تتعامل مع ما يهدث في العراق على أنه شأن داخلي مع علمها بتبعية الطبقة السياسية في العراق لنظام طهران الذي يهدد الاستقرار والسلم في المنطقة والعالم وفقا لذات الدول التي تكيل بمكيالين وتتعامل بطريقة مغايرة تماما مع تظاهرات في بقع أخرى من العالم لم تنجم عنها كل هذه الأعداد من الضحايا وهما أدركه الثوار الذين راهنوا على ثباتهم أولا لتحقيق أهداف الثورة رغم كل التحديات